أن النفوذ السياسي أقوى من القانون في العراق والفساد فوق القانون في العراق يعني الحزب الحاكم حزب الدعوة هو المتورط الأساسي والسيد نور المالكي وحاشيته وعائلته والمحيطين به هم المتورطين الأساسي في قضايا الفساد الكبرى والحقيقة السيد المالكي ليس متورطا في الفساد فقط ولكنه متورط في توفير بيئة لنهب أموال الدولة هو لم ينهب ما وضعه في جيبه فقط لكن مكن الآخرين عن طريق ضرب الرقابة ونزع استقلال القضاء ونزع استقلال الجهات الرقابية مكن غيره من أن يستولوا على أموال الدولة في زمن المالكي الثمان سنوات التي حكم فيها المالكي تمكنت الدولة العراقية من الحصول على موارد نفطية فقط تسأكثر ثلاث أضعاف من الموارد النفطية التي حصلت عليها الدولة العراقية منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة في عام 21 لحد 2003 يعني 650 مليار دولار تمكنت الحكومة العراقية من الحصول عليها في هذه الفترة أهدلت بالكامل لذلك الآن العراق يمر في أزمة مالية واقتصادية كبيرة حتى الحديث الآن أن العراق في منتصف عام 2016 لن يكون قادرا على دفع الرواتب رواتب الموظفين والسبب أن الخزينة العامة نهبت بالكامل يعني فضائح كثيرة أنت تأتي على ذكرها وفضائح فساد يا سيد العكيلي وأنتم على رأس هيئة النزاهة ولو كنت سابقا بالنهاية من التحقوا بهذه لا يفترض أن يتابعوا هذه القضايا قضية اليوم التي كشف النقاب عنها وهذه الفضيحة الجديدة إلى أي مدى تهيئ على المستويين الشعبي والسياسي مناخ عدم إفلات المالك من المحكمات ومن العقوبة؟ الحقيقة يعني الإفلات المالك من العقوبة مرتبط بطبيعة النظام السياسي يعني المالكي لم يرتكب هذه الجريمة فقط تعرفين أن جرائم المالكي أكبر بكثير من الجريمة التي تتعلق بتوزيع الأسلحة طبعا هذه الجريمة هذا الملف ملف كبير جدا وفيه فساد معروف والحقيقة تكرر عدة مرات بحجة سحب السلاح من داخل العراق بسبب كثرة السلاح في أيدي المواطنين واستخدموا هذا الملف في سرقة مئات الملايين من الدولارات هذا شيء معروف وكان مفتوح لكن للأسف القضاء العراقي غير قادر على القيام بمهامها لأن هناك حماية سياسية وحماية إقليمية المالكي ليس محميا بالنفوذ السياسي فقط ولكنه محميا أيضا من دول إقليمية تريد أن تبقي على سياسة المالكي وعلى سياستها عن طريق المالكي في العراق وهذا شيء لا يخفى على أخذ لذلك المالكي ارتكب جرائم أفضع بكثير نتحدث عن تسليم الموصل بلا سلاح إلى منظمة إرهابية أليست خيانة عظمى؟ جرائم الإبادة التي جرت في الحويجة وفي الزرقة وفي الفلوجة وفي مناطق أخرى المالكي أفلت بالكثير من الجرائم الخطيرة ولا زال يفلت بها بسبب تخاضر القضاء والادعاء العام عن قيام دورة وبسبب النفوذ السياسي والنفوذ الدولة الإقليمية التي تحميه صراحة سيد العكيلي ما جدوى قرارات العبادي الإصلاحية في ظل عدم قدرة حكومته أو قدرة النظام القضاء في العراق على وضع يده على المسؤولين الحقيقيين للفساد في العراق أنا لا أعرف سيد العبادي هل لا يدرك ما يدركه الشعب الشعب العراقي حينما خرج بتظاهراته كانت أول مطالبه ولا زالت لحد الآن هو إصلاح النظام القضائي وإعادة النظر في ترتيب أولويات سيادة القانون في العراق لكن السيد العبادي يدعي أن القضاء مستقل وبالتالي هو لا يستطيع أن يتدخل في شؤون القضاء وهذه هي الكارثة الكبرى كيف تريد أن تكافح الفساد بدون جهة قضائية قادرة على مساءلة مرتكبي جرائم الفساد وكيف تريد أن تضع قواعد لسيادة القانون في البلاد وأنت لا تملك سلطة قادرة على فرض سيادة القانون في البلاد والإفلات من العقاب على قدم وساق في العراق خصوصا في الطبقة السياسية لذلك أنا أعتقد أن إصلاحات السيد العبادي لن تكون ممكنة التنفيذ بدون أن يصلح أدوات سيادة القانون ويخضع الجميع لسيادة القانون خصوصا المالكي والحاشية التي أحاطت به وأفلست الدولة